لما جعلت الدين طوق نجاتي طابت بفضل الله كل حياتي نسمات أنعم بذكر الخير في نسماتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية أهلاً بكم أنتم يا عسكر الريحين وظهر البساتين أهلاً بكم في برنامجكم نسمات والذي يأتيكم في حلة جديدة بهية قشيبة نبدأ بها الليلة بإذن الله ضمن ديكورات قنوات شبكة المجد الفضائية في هذه الحلقة ومطلعها يسعدني أن أرحب هنا بصاحبي الفضيلة الشيخ فهد بن عبدالله جريو الداعي الإسلامي المعروف صاحب فضيلة أهلاً وسهلاً بك مرحباً وسهلاً حياكم الله شيخ ناصر نسعد بك الله يسعد وهذا أول تجيل الدكور في وجودك مبارك وزادكم الله تألقاً وتميزاً أمير رفع الله مقام أهلاً وسهلاً مشاهدين الكرام إن الحياة دار عمل وتمحيص وهي دار ممر لا مستقر فهي دار بلاء ولذاتها مشوبة بالأكدار وأمرها لا يدوم على حال وتلك الأيام نداولها بين الناس فالدنيا طريق تعب فيه آدم ورمي في النار الخليل وأضجع للذبح إسماعيل ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيا وقاس الضر أيوب طبعت على كدر وأنت تريدها صفواً من الأقذاء والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار فهل رأيتم؟ بل هل سمعتم بإنسان على وجه هذه البسيطة لم يصب مصيبة دقت أو جلت حتى في قطع شسع نعله؟ الجواب معلوم لا وألف لا ثمانية لا بد منها على الفتاة ولا بد أن تجري عليه الثمانية صرور وهم واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية لكن العاقل الحصيف هو من يتلمس النور في كهف الظلام والنبي هو كل النبي لمن فتح نوافذ الأمل في خضم البلاء وتحت قصف الإبتلاء ومن ذلك بإذن الله سيكون حديثنا عن أنوار البلاء إذن أنوار البلاء مع صاحب الفضيلة الشيخ فهد بن عبدالله أجري صاحف فضيلة أهلا وسهلا بك مرة مرحبا الله يسعد بكم نسعد بكم أهلا وسهلا نورت الله يحفظك الدنيا دار ممر وليس دار مستقر حالها وطبيعتها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى نبيا عن أمته صلى عليك الله ما صحب الدجاحاد وحنت بالفلا وجناء واستصحب الرضوان من غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء اللهم اجعلنا لهديه متبعين ولسنته مقتفين وحشرنا تحت لوائه يوم الدين برحمتك يا رحم الراحمين أسأل الله سبحانه وتعالى اجمعنا وإياكم في هذه الحياة الدنيا على الذكر والإيمان ثم يجمعنا بكم سرمدية أبدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليككم مقتدر وأسأل الله سبحانه وتعالى لو لكم إيمانا لا ينفد ونعيما لا ينقطع ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخد يا رب أحييك شيخ ناصر وأحيي من يتابعنا من المشاهدين ومشاهدات أحييك الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا آمين الدنيا كما تفضلت من شيخ ناصر في مقدمتكم الضافية هذه طبيعتها وهذا حالها من أعظم ما يعزيك أن مهما ارتفع شأن الإنسان ومهما بلغ ملكه ومهما بلغ في النعيم لا بد أن يكون في هذه الحياة الدنيا يكابد ويقاسي الآلام والمصاعب والمتاعب البلاء وما يترتب عليه من أحزان وهموم وأكدار ومصاعب ومتاعب طريق مظلم وطريق موحش ومخيف مليء أي شيخ ناصر بالعقبات ما لم يكن للإنسان هناك أنوار تسليه وتصبره وتعزيه قد يهلك وقد يظل حاله في هذا الطريق أول أمر وأول نور سنبثه للناس نقول هذه طبيعة الدنيا وهذه صفتها معاوي رضي الله عنه أرضاه كما ذكر ذلك الذهب في السيار مكث أميراً عشرين سنة الله ومكث خليفة عشرين سنة أربعين سنة أربعين سنة حياة ملكية ففي آخر حياته ما الذي حصل له أصابه مرض غريب يأتيه شدة برودة في جسده سبحان الله فيطلب الكساء فيستدفئ ثم إذا وضعه قليلاً احتر فيقول انزعوه فإذا نزعوه عاد إليه البرد فيقول أعيدوه ثم قال قبحك الله من دار مكثت فيك عشرين سنة أميراً وعشرين سنة خليفة ثم صرت إلى ما أرى ذكرت المسان في أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض أن الخليفة الناصر أتى بحاجة غريبة ما فعل خليفة الناصر كان يحسب الأيام التي مرت عليه بدون كدر وبدون هم اليوم الذي من حين يصبح لا أن يمسي ما في شيء يكدره يسجله يقول هذا اليوم في السنة الفلانية في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني لم أتكدر فيه بكدر واحد سبحان الله كم استمر في ملكه خمسين سنة وستة أشهر وثلاثة أيام كم هي أيام الصفاء كم أيام الصفاء فحسبوها فإذا هي أربعة عشر يوماً سبحان الله بعد ما هذا يا شيخ ناصر خمسين سنة حكم حكم وملك و أبهة ومع ذلك لم يصف له من هذه الحياة إلا أربعة عشر يوماً سبحان الله تريد يا شيخ ناصر نعرف طبيعة الدنيا وهوانا اسمع هذه السيرة العجيبة لهذا الإنسان العظيم هذا الإنسان العظيم أول بلاء حصل له وهو في بطن أمه أول مصيبة أتت له وهو بطن أمه لم يرى هذه الحياة أصلاً نعم مات والده وهو في بطن أمه لازالت أمه حامل به نعم فلما ولدته ولدته يتيماً جلس عند أمه أقل من شهر ثم تغرب عنها أربع سنوات سبحان الله لم يرها إلا مرة أو مرتين نعم فلما عاد إليها بعد أربع سنوات مكث معها أقل من سنتين وفقد ثم فقدها أتى جده فاحتضنه فقام مقام الأم ومقام الأب للتو تمتع بجده فمات جده سبحان الله بعد سنتين في سنته الثامنة بدأ يعمل بعمل يده بدأ يكد وبدأ يجمع المال لما كبر تزوج بزوجة عوضت حنان الأم وحنان الوالد والجد فأحبها حباً عظيماً وأنجب منها مجموعة من الأبناء ثم ماتت عمه الذي كان يحوطه ويحميه ويدافع عنه مات في نبه ذات العام سبحان الله ماذا تركت له هذه الزوجة؟ مجموعة من البنيات ووالدين صغار مات هذين الولدين وبقيت هذه البنيات فبدأ يربيهن فقام بمقام الأم ومقام الوالد لما كبروا فرح بزواج اثنتين فبعد فترة طلقنا في يوم واحد سبحان الله هاتين الفتاتين سار وكون دولة فبدأ في معركته الأولى انتصر فيها وفي معركته الثانية لم يحالفه الانتصار ولكن ما الذي حصل له؟ حصل له أن شج وجهه وكسرت رباعيته وقتل أحب الناس إليه صحابته وقرابته وقبل ذلك في دعوته يوصف بالكاهن و بالساحر و بالكذاب و بالمجنون في سيرة حياته تزوج بزوجة هي كانت أحب الناس إليه فلما أحبها وملكت شغاف قلبه اتهمت في عرضها ولم يستطع أن يعرف أنها بريئة و غير بريئة مدة شهر كامل حتى استشار أقرب الناس إليه في طلاقها وانتظر الوحي شهرا كاملا بعد ذلك تعرض لعمليته اغتيال الأولى نجى منها والثانية لم ينجو منها فسم في آخر حياته طبعا في هذه الحياة في خمسة أو ست سنوات بنياتها التي كان يحوطهم ويحبهم توفي ثلاث منهن ولم يتبقى من أسرته كاملة إلا واحدة ففي آخر حياته ما الذي حصل؟ لم يستطع أن يذهب بقدمه للمسجد من شدة المرض ولم يستطع أن يطلب حاجته وهي قريبة أمامه لم يستطع أن تتكلم هذه المصائب العظيمة حصلت لمن؟ لأكرم من وطئت قدمه الثرى النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا ما يدلك عليه شيخ ناصر أن هذه الدنيا ليست بدار جزاء نعم فلا العطية فيها دلالة رضا ولا المنع فيها دلالة سخط سبحان الله ما كان مكتوب لك سيصلك على ضعفك وما لم يكتب لك لن تناله بقوتك رفعت الأقلام وجفت الصحب هذه حالة ولذلك شيخ ناصر الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة سبحان الله ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء ولذلك بعض الناس يقول يعني أحيانا يقول يا أخي كيف هذا الرجل الفاضل المستقيم يصاب بهذه المصائب وهذا الرجل المفرط نعم يعني تتابع عليه النعم سئلت الدنيا هذا السؤال الله لماذا أنت تقدمين هذا وتؤخرين هذا الله ها فأجابت قال عتبت إلى الدنيا لتفضيل جاهل وتأخير ذي فضل فقالت خذي العذرة بن الجهل أبنائي لذاك رفعتهم وأهل التقى أبناء ضرتي الأخرى الله الآخرة الآخرة يعني وأيضا الله جل وعلا وصفها يوم القيامة بأنه ماذا ذلك اليوم الحق الله الدنيا فيها زيف الشعارات والبهرج وهالأمور لكن يوم القيامة ليس هناك إلا اليوم الحق الأمر الآخر يا شيخ ناصر في أمور في الأنوار التي يعني ننصح بها في البلاء أن بعض الناس يعيش المشكلة والمصيبة والنكبة قبل حدوثها الله يمرض مرض الإنسان أحيانا الإنسان ما يقتله ذات المرض لكن يقتله الهواجس والظنون والشكوك التي تحيط بالإنسان وبما يحدث به نفسه أحيانا أتيك شخص ويدهب إلى المستشفى فيمشي مشية المتضعف الذي بين الحياة والموت فيقول له الطبيب أنه ليس فيك شيء كيف تكون حاله بعد خرج المستشفى يمشي وقد يعد عدوا لماذا؟ لأن الذي يقتله ليس المرض الذي فيه ولكن الشعور الذي يعني يحيط به يعني أحيانا الذي يؤثر علينا ليس الفعل هو ردات الفعل ردات الفعل طريقة تعاملنا مع المشكلة ومع الحادثة تتأخر البنت في زواجها فتحدث نفسها أنها لن تتزوج مطلقا وتبدأ تعيش هذه الحياة وهذا من الأمور الخطرة جدا يعني نضرب يا شيخ بن ناصر مثلين من السيرة سعد بن أبي وقاص يقول اشتد به الوجع فزارا للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الودع فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنك ترى ما بي يعني أنا خطوات على الموت سبحان الله وليس لي إلا ابنه وأنا الآن سأقسم لها في الميراث أريد أن أوصي فهل أوصي بالثلثين ولا النصف ولا الثلث يعني الرجل مودع يعني توقع يا شيخ ناصر بعد هذه الحادثة الآن في السنة العاشر عجلة الودع أنجب سعد بعد هذه الحادثة 17 ولد سبحانه و 12 بنت 29 وعاش بعد هذه الحادثة 45 سنة فالإنسان أحيانا يعني يقتل نفسه قبل أن أو يتصور المشكلة قبل حدوده يعني هو كان يتكلم عن وصية الوفاة وهو عاش بعدها 45 سنة وأنجب 29 بعد هذه الحادثة سبحانه الأعجب من هذا في صحيح مسلم جابر يقول رضي الله عنه أشتد بي الوجع فزار النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر صلى الله عليه وسلم وكنت مغمى علي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وسكب وضوءه علي فاستفقت فقلت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نبي ما ترى وأنا ما يرثني يعني ما يرثني لا كلالة لا عندي والد ولا عندي ما عندي زوجي ولا عندي ولد و الآن و كيف أقسم المراث جاهدي الرجل الخلاص سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسكت حتى نزلت آية المراث و كالذي حصل يا شيخ ناصر الكلالة عاش جابر بن عبد الله بعد هذه الحادثة سبعين سنة سبحان الله العظيم سبعين سنة معنى ذلك أن الإنسان لا يتصور المشكلة قبل حدوثها أو حتى أيضا لا يبالغ في التوقع النتائج سبحان الله يعني كثير ما يخافه الناس لا يقع يعني أحد الكتاب قرأت له مرة يقول الآن أتحدث وأنا في عمري الثمانين يعني عمره ثمانين سنة يقول و عرفت خلال مسيرتي في هذه الدنيا أنه لا توجد مشكلة ليس لها حل عرفت أن كل المر سيمر و ليس هناك عسر سيدون يا سلام أحسنت من الأنوار شيخ ناصر قول ابن الجوزي رحمه الله الله و إذا تحدث ابن الجوزي نعم يقول من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف نعيدها الشيخ من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف الأنسان الآن في صحراء و في ظلمة الليل البهيم ما يدري أين الطريق يتجه إليه فقبل الفجر بدقائق وجد أنوار الفجر من بعيد الله ما هي الفرحة التي يعيشه هذا الشخص لماذا لماذا يفرح يفرح لأنه سينجو الآن و كل ما مر به من متاعف و مصاعب مر مر لماذا لأنه يلمح النور و الفرج و لذلك الإنسان مع البلاء إذا سمع الأجور المترتبة عليه كل هذا البلاء سيزول و سيهون و سيهون في البداية شيخنا لما سرت حادثة النبي صلى الله عليه وسلم أو الوقاعة التي حدثت له و كنت جميلا في طرحك أنك لم تبدأ باسمه صلى الله عليه وسلم يعني حتى يستشعر ناس من هذا الذي حدث له كل هذا البلاء فهم يظنوه رجل يعني من أفناء الدنيا أو من فلما تقول أن كل هذه الحوادث وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن من نحن حتى ننجو من البلاء من نحن حتى لا نتعرض لمثل هذه الأشياء و هذا يعطي العبد أنه الراحة الحقيقية هناك في الجنة تحت شجرة طوبة وأبناء الآخرة شيخ ناصر هم أكثر الناس بلاء و كلما كثر بلاء كلما قربت منزلتك من الله و لكل دار بنون و لكل دار بنون و إذا كلما كثر عليك البلاء نلعى عز وجل إذا حب عبدا أو ابتلاه يصب منه نعم من يريد الله به خيرا يصب منه نعم دعني شيخ ناصر نعيش دقائق مع أنوار هذه الآية العظيمة فضل شيخ لما نقول أن من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف معنى ذلك أن كل مصيبة يصاب بها الإنسان ترى هي خير و رحمة و بركة نعم في مسند الإمام أحمد يقول أنا سبب مالك رضي الله عنه و أرضاه تعالى أحدثكم حديثا لا تسمعوه من غيري قال كدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام فضحك نبي صلى الله عليه وسلم فقلنا مما تضحك يا رسول الله قال عجبت للمؤمن أن الله جل وعلا ما يقضي عليه قضاء إلا كان خيرا له سبحان الله تأملنا هذه الآية شيخ ناصر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مَنَ الَّذِي سَيَبْتَلِيكْ الله وَاللَّهَ جَلَّ وَعَلَى أَرْحَمُ بِكَ مِنْ نَفْسِكْ نعم وَمِنْ أُمِّكْ سُفْيان الثَّورِي قال وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهْ لو خُيِّرْتُ يوم القيامة بين أن يحاسبني الله أو يحاسبني أمي وأبي لاخترت الله لأنه أرحم بي من أمي وأبي سبحان الله الله عز وجل هو الذي سيبتليك نعم والبلاء كل البلاء يعني مهما صغر يعني لا يصيب المسلم من هم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها ورد عن أبي بكر رضي الله عنه ورضاه يقول حتى شسع النعر إذا انقطع هذا يعتبر من البلاء وتأجر عليه الموقف المعنوي الكلمة الجارحة عدم التقدير من الناس عدم الوفاء كل ما يحزنك ويدخل على نفسك الأذى وإن قلت رأى أنت مأجور عليه حتى شيء الذي لا يؤبى له الشوكة تشاكها نعم عادة الناس يعني أنهم يظنون أن الأجر في البلاء في الأمراض الحسية يعني إنسان مريض بسكر بضغط بالسرطان ونصر الله يعافي كل مسلم ومسلمة يظن أن هذا فقط اللي يؤجر عليه ويكفر الذنوب لكن الحديث فيه حتى الهم حتى الشوكة يعني المرأة تكون تقطع بصل في البيت ويصيبها السكين تؤجر أليس كذلك نعم نعم وذلك لما الناس يقول هذا مبتلى قد تبتلى أن ابنك يعصيك أنك ما توفق في مثلا تربية ابنك يعني كل شيء يؤذيك من أي مشاعر حزينة تأتيك هذا كله من البلاء سبحان الله ونبلو أنكم بشيء وانظر إلى لطف الله جل وعلا ورحمته في هذا ونبلو أنكم مقل ونبلو أنكم بالخوف ونبلو أنكم بشيء ترى كل شيء يصيبك هناك شيء أعظم منه سبحان الله كل شيء يصيبك هناك شيء أعظم منه وذلك لما قال أحد السلف أشريح قال كل مصيبة تصيبني أحمد الله عز وجل عليها أربع مرات الأول أن الله جل وعلا لم يبتليني بأعظم منها سبحان الله ما ابتلاني الله جل وعلا بأعظم منها هذا فقه السلم الأمر الآخر أن الله جل وعلا وفقني أن أصبر عليها الأمر الثالث أن الله جل وعلا سيجرني على استرجاعي يعني لقلتنا الله وإني لراجعون الأمر الرابع أنها لم تكن في ديني فنبلو أنكم بشيء عطاء رضي الله عنه ورحمه بن أبي رباح أصابه مرض الآكلة وهي ما يسمى عند الناس الآن الغرغرين نعم فقطعت قدمه نعم وفي ذات الوقت قيل له أن أحد أبنائك السبعة مات سبحان الله فماذا قال انظر الآن الشيخ ناصر كيف نفقه أنه شيء قال اللهم لك الحمد سبحان الله أعطيتني أربعة أعضاء يعني يقصد اليدين واليدين فأخذت واحدا يدين ورجلين أي نعم يدين ورجلين فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة فلك الحمد وعطيتني سبعة من الولد فأخذت واحدا وأبقيت ستة فلك الحمد فإن كنت أخذت فقد أعطيت وإن كنت ابتليت فقد عافيت سبحان الله شوف هذه النفسية العظيمة كل أحد يعيش مع البلاء الذي يأتي بهذه النفسية يوفق الله سبحانه وتعالى وعلى هذا الشيخ ما رده كذلك ما جاء فيه صورة الكهف يعني من ناحية خرق السفينة من ناحية قتل الغلام من ناحية أن ينهد الجدار فبعض الأخذ إبقاء وبعض الكسر جبر أحسنت ونبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات يعني قد يقول قائل هنا يتصورني يقول وعز الصابرين نعم عزاء لهم ثبتهم لا أبشر أبشر الصابرين كأنك الآن تبشرهم بشيء عظيم جدا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى الموعود والجزاء الذي سيأتيهم شيء عظيم جدا يستحق البشارة سبحان الله والبشارة ما معنى شيء يظهر في البشر يعني نوع من السرور ويضاح الفرح على بشرة الإنسان نعم وبشر الصابرين من هم الصابرين؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة وانظر هنا تنكير مصيبة أي مصيبة؟ واذاك يقول الحسن البصري رحمه الله أي مصيبة وإن قلت؟ يعني يقول حتى أن صلاة الجماعة تفوت كل مسجد هذه مصيبة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون عليها الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون دعني شيخ ناسا أتوقف وش معنى إنا لله وإنا إليه راجعون ولدك الذي فقدته بنتك التي فقدتها والدك والدتك ابنك هذا كان في العدم صح ما كان عندك ابن الله جل وعلا هو الذي وهبه لك فالله جل وعلا كأنه أعارك هذا الابن أمانة أمانة وعارية فأخذه منك فأنت لما يأتيك هذا المصاب تقول يا رب أنا لك كل همومي منك وإليه منك وإليه كل همومي وأحزاني وما يعتلج في صدري وما حصل لي من نكبات ومصائب كلها لك وأنا كلي أصلا مهما أفقدت عندي من عضو ومن بلاه ومهما حصل لي من أي أمر من الأمور الكربة فأنا منك وإليك إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون روى الإمام مالك في الموطة أن القاسم بن محمد يقول أتاني محمد بن كعب القراضي فقال إن كان هناك واحد من بني إسرائيل عالم عابد مجتهد فقه أحب زوجته حبا شديدا فمأتت فاحتجب عن الناس أياما في بيت ما عد يخرج الحب من شدة الحزن فعلمت به امرأة فأتت إلى بيته والناس متجمعين فأطلبت الثقة تريد أن يسأله سؤالا فرفق فأصرت قال ما ينفعني في هذا السؤال إلا أنت فقال إئذن لها فقالت له إنني أخذت حلي ذهب من جارتي ومكث عندي هذا مدة فالآن جارتي طلبته مني قال هل أعيده لا قال أعيدي قالت لا أمكث عندي حتى مدة طويلة قال الآن أوجب وأوجب أنك تعيدي أمانة هذه أمانة قالت سبحان الله الله جل وعلا أعارك هذه المرأة والآن الله جل وعلا استردها منك فلماذا الحزن سبحان الله يقول فعزتني ثم خرج من هذا الهم وهذا الدار وخرج إلى الناس ثم من الذي أخذ العهد والمثاق على هذه الدنيا أنها لن تصيب منه شيئا يعني عادة الإنسان لما يكون في لحظة الاختبار والإجابة لا يحق له أصلا أن يطلب الجائزة الجائزة بعد ما تنتهي حتى الدنيا هي دار اختبار جوائزك هناك في جنات النعيم إنا لله وإنا إليه راجعون فتقول الحمد لله ماض في حكمك عدل في قضاءك الشر ليس إليك والخير في يديك لك الحمد على القضاء ولك الحمد على الضراء ولك الحمد على كل حال لا من جاء ولا من جاء ولا ملثجة منك إلا إليك بهذا الشعور الله سبحانه وتعالى ما الذي يعطيك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سبحانه يقول ابن القيم رحمه الله في عدة صابرين كل واحدة من هذه الثلاث أعظم من الدنيا وما فيها وهي أولئك عليهم صلوات من ربهم الله جل وعلا ماذا الصلوات الرحمة أولئك عليهم صلوات يعني ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الملاء الأعلى ورحمة وأولئك هم المهتدون سبحان الله مطرف من عبد الله مات له ابن من أبنائه نعم فخرج إلى الناس في مرجل لمته ولابس حلة وفي حالة حسنة فقالوا والله ما نرضى لك هذا يعني أنت الآن ابنك ميد وتخرج بهذه الحلة وفي يوم العزاء قال والله لو أن الدنيا وما فيها وهبها الله لي ثم أخذها مني ووعدني على ذلك شربة ماء في الآخرة ما وجدتها أهلا مقابل الدنيا وما فيها شربة ماء يقول فكيف بالصلوات والهدى والرحمة الله وذلك لما مات لأحدهم ابن صغير حزن نعم فقال له أحد أتفرح به وهو بلية وفتنة الله عز وجل ماذا يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة بالمناسبة الشيخ ناصر فائدة بعيدة عن موضوعنا ابن مسعود كان ينهى أن يقول إنسان اللهم إني أعوذ بك من الفتن يقول لأن ابنك فتنة ومالك فتنة ولكن قل اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتنة نعم فقال أَيَسُرُّكَ أَيَسُرُّكَ وَهُوَ بَلِيَّةٌ وفتنة وَيَسُوءُكَ وَهُوَ رَحْمَةٌ وَهُدَى فهذا الأجر العظيم المترتب على الصبر الله عز وجل يقولك تريد مثال أجر الصابر ما هو ترى أجر الصبر شيء لا يتخيل العقل دعونا يا شيخ ناصر نسترجع ونعيد إلى تاريخ قديم لما أتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام طبعا وش الآية التي بعدها مداما حرجا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء نستاذنك بعد الفاصل حتى يبقى المشاهد مشدود معنا إذن مشاهدين الكرام فاصل نعود وبعده إليكم بإذن الله شكرا للمشاهدة نعم بذكر الخير في السماء جديد شماغ البسام غترة بلس بياض اللون وخفة الوزن غترة بلس المعنى الحقيقي لغترة بيضاء على طريق النور تنظي بنا القوافل مهما يطول الليل بهدينا نواصل والله مكتب الروضة جزاهم الله خير زرته ممكن مرتين أو ثلاثة وفي كل مرة أمرهم أزداد حماسا للخير أنت إذا شفت من يعمل للخير ويجتهد وشغلهم مرتب ومنظم والإخوة أيضا الذين يتخاطبون مع الناس مدربين على كيفية الحقاب إذا تيسر الإنسان أن يعمل في مثل هذا المجال بدعمهم في هذه الأوقاف المباركة حتى لو نوى بدعمه إدخال والديه في الأجر إدخال والدته والده إدخال بعض أحبابه وأصحابه هذا بلا شك أنه خير عظيم وأنا متفائل لهم بإذن الله يعني لو تيسر الإخوة أن يدفعوا زكواتهم في مثل هذا الوقف المبارك على طريق النور تنضيبنا القوافل مهما يطول الليل بهدينا نواصل أهلاً وسهلاً بكم شاهدين الكرام تحية طيبة حديثنا عن أنوار البلاء مع صاحب الفضيلة الشيخ فهد بن عبدالله الجري والداعية الإسلام في صحب الفضيلة أهلاً وسهلاً بك حياكم الله يمرح الله يرضى عنه كان توقفنا في الحديث عن إبراهيم عليه السلام أولئك عليهم صلواتهم من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون ماذا قال الله جلو على بعدها إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناع عليه يطوف بهما ما هو سبب ورود هذه الآية في هذا الموطن ترى بعد أربع أو خمسة أوجه سيكون هناك حديث مفصل على الحج فبعض الناس يقول لو كانت في ذاك الموطن لكان أنسب الآن الله عز وجل يذكر الأجر المترتب لمن صبر نرجع في عهد إبراهيم إبراهيم أتى بهاجر ومعها طفل رضيع إلى مكة وأسكنهم في واد غير ذي زرع انظر الآن الآية ونبلو أنكم بشيء من الخوف حصل فيه إيش؟ الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات كلها اجتمعت لهاجر إني أسكنت من ذرية بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم هاجر ذهلت كيف تضعنا في هذا الواد القفر ما في ثمر ولا في ماء ولا في أحد يسكن وأنا ما عندي لطفل رضيع وليس معنا شيء نأكله سبحان الله فيلتفت إبراهيم ويمشي ويتركها وتتبعه ثم ماذا قالت؟ الله أمرك بهذا؟ قالت نعم قاتلا لا يضيعنا سبحان الله لما ذهبت بين الصفة والمروة بدأت تمشي سبعا ثم بعد ذلك أتى جبريل وضرب البئر وخرج الماء فهذا سر الشاهد ما الذي حصل؟ كل من يسعى الآن بين الصفة والمروة ملايين الحجاج حجوا لهم لهم لهاجر أجر من سعى بين الصفة والمروة جزاء صبرها الذي صبرت فتريدون مثال على فضيلة الصبر وعلى الأجر الذي سيئب الله عز وجل للصابرين نعطيكم مثال إن الصفة والمروة تم شعار الله سبحان الله هاجر التي صبرت التي صبرت نأتي الآن شيخنا إلى أمر في غاية الأهمية الأجور المترتبة على هذا البلاء أتى شخص اسمه أبو حسان هذا الحديث صحيح مسلم إلى أبي هريرة يا أبا هريرة أنا مات لي ابني فأعطنا حديث عن نبي صلى الله عليه وسلم نعزي أنفسنا به نعم يعني مات لطفلين فقال أبو هريرة هؤلاء دعاميص الجنة ما معنى دعاميص؟ الدعموص دويبة في الماء نعم الآن وش المعنى هذا الحديث كما ذكر ابن الأثير يقول أن الأطفال الآن في الحياة الدنيا يدخلوا عند بيت الجيران ما لهم حرمة يدخلون يطلعون ما أحد يمنعهم في شيء وكذلك أطفال الجنة يدخلون في القصور ويخرجون منها ما أحد يمنعهم من شيء يقول فيأخذ يقول كما قال نبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ الأبن بثوبي والديه أو ثوب والديه كما أأخذ أنا بطرف ثوبك هذا يوم القيامة يوم القيامة فلا يتركه الله جل وعلا حتى يدخله وأباه الجنة الله أكبر ويوم من الأيام كان في الصحيح يعني أفتحزن على فقد من سيكون سببا لإدخالك الجنة وفي يوم من الأيام أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال دعنا يوم يعني تحدثنا فيه وتعلمنا العلم فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ثم لما يعني وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وحدثهم فقال أي ممرأة قدمت ثلاثة يعني ثلاثة من البنين أو البنات ماتوا ماتوا كنا لها حجابا عن النار فقالت واحدة واثنين يا رسول الله قال واثنين 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 يوم من الأيام تأمر أهل النبي صلى الله عليه وسلم ما حصبي صغير قال يا رسول الله ادعو له فإني والله قد دفنت ثلاثة قبله فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لقد احتضرت بحضاري شديد عن النار سياج ومانع وحجاب لك عن النار وش تساوي يا شيخ ناصر عشرين ابن من هذا القبيل مقابل المكافأة هذه العظيمة أن تكون لك حجاب وساتر ودافع عن النار ومقابل كذلك حتى لما كان في مستهل الحديث ومعرضه أن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناحة بعوضة نعم أحسن فما مقدار ما تملكه أنت من هذا الجناح يعني هي كلها بقصورها وأموالها وأرضها وبحرها وأفلاك جناح بعوضة فما مقدارنا نحن ما نصيبنا من هذا المقدار الذي بعدين من أجله يتقاتل الناس أنت في الأخير لو ملكت الدنيا كنت مالكا لجناح بعوضة أفنا تقاتلوا لأجل جناح بعوضة يعني لو قيل لنا أن أثنين تقاتلوا من أجل حشرة لعد ذلك أمرا مستغربا فنحن نتقاتل مع إخواننا وأهلنا وقرابتنا وأبناء دمنا ولحمنا من أجل هذا الجناح بل بجزء ما يظهر شيء من جناح البعوضة أحسنت أحسنت روى الإمام الحمث المسند وصحه الألباني رحمه الله في صح الترهيب والترهيب يقول أن هناك شخص كان يأتي لحلقة النبي صلى الله عليه وسلم العلمية وكان معه طفل صغير صلى الله عليه وسلم يعني مسرور جدا بهذا الطفل ويلعب أحيانا في الحلقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه الله قال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه يعني مشغول حب شديد حب شديد جدا ففقده النبي صلى الله عليه وسلم أياما فسأل عنه قالوا يا رسول الله أرأيت إلى طفله ذاك قال نعم قال مات فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أيا سرك أن تمتع به في دنياك سبحان الله وإلا ما تأتي يوم القيامة باب من أبواب الجنة إلا سبقك وفتحه لك سبحان الله فقال لا يا رسول الله ما يأتي أبغى يوم القيامة أنه يفتح لي أي باب أقدم له من الجنة فقال حد الأنصار يا رسول الله لوحده ولا لنا كلنا قال لا بل كلكم بل لكم كلكم يعني لكل صاحبي فقدين حتى يا شيخ ناصر إذا فقدت عزيز وحبيب وشخص غالي على قلبك يعني الله عز وجل يقول من أخذته يعني صفيةه من الدنيا ليس له جزاء عندي إلا ماذا إلا الجنة سبحان الله يتطور الأمر هذا إلى الشيء الذي تفقده من جسمك يعني إذا فقد الإنسان حبيبتيه يعني عينيه عوضه الله جل وعلا بهم الجنة سبحان الله كم من الإنسان سيعيش ببصره عشرين سنة ثلاثين سنة أربعين بعد ذلك سينتهي ولكنه سيعوض بالجنة التي نعيمها لا ينفد ولا ينقطع وليزوله وذلك يقول ابن بطار رحمه الله وهذا الحديث أصل في أن البلاء جزاؤه الجنة سبحان الله ونصر على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني وعد الله عز وجل أن يكون الأجر بغير حساب يعني لا هو يكال ولا هو يوزن وإنما يغرف لهم غرفا يعني أصحاب البلاء اليوم شيخنا والذين هم على الأسرة البيضانة صلى الله أن يعافق المسلم ومسلمة ويرفع درجاتهم وأن يبدلهم لحما خير من لحمه ودما خير من دمه ماذا نقول لهم إلى من يسمع الآن يقول أنا مرضي دام ثلاث أربع سنوات خمس ست أو إلكم كل أم أو أبن مكلوم بمرضي ابنها وابنته هو الآن يسمعك فماذا ستقول لو أنا لما كنت جاي كانت الحاجة الرشيدة من المغرب تقول أنا عندي بنتي مبتلات ومريضة أولا ندعو لها شيخنا وماذا نقول لها أولا نسأل الله عز وجل أن يشفيها ويعافيها ويجعل ما أصابها كفارة ورفعة وزيادة في الدرجة يا رب لما تعلم أن هذا البلاء بسبب أن الله جل وعلا يحبك سبحان الله وأن بسبب هذه الآلام التي تقاسيها وتعيشها ولأن هذه الآلام ليست محدودة وليست مشاهدة وما يعرف أحد حدها الله جل وعلا من باب الجزاء من الجنس العمل جعل ثوابها غير معروف لأحدا من الخلق سبحان الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لماذا كان شيخ ناصر الصبر عظيم الصبر عظيم لأنه عبادة مستقلة عبادة أدها كما يقول الشيخ شعراوي رحمه الله وأنت تنزف وجعا سبحان الله نعم ابن القيم رحمه الله لما قال الله جل وعلا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة لماذا الله عز وجل جزاهم بالجنة والحرير لأن الصبر فيه خشونة وتضييق فكافأهم الله جل وعلا بالتضييق الذي في الدنيا بأن كافأهم بسعة الجنة والخشونة التي تأتيهم في الدنيا كافأهم الله جل وعلا بنعيم الحرير في الجنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة فهذه العبادة يعني الإنسان يقول يعني لما نقول الآن الصبر الآن الصبر عثلا نكون يعني صرحة مع الناس الصبر شيء عظيم عبادة مستقلة لوحدها لا نقول لك صبر حتى لأنه سيكشف الفرج ربما يكشف ربما لا يكشف صح ولكنك قد تعيش صابرا ثلاثين أربعين خمسين سنة وقد تنتقل من هذه الحياة ولم يشفى بلاؤك يعني هو مثل ومثل الدعاء من منازل العبودية من منازل العبودية وهذه المحنة والبلاء إذا كان بعد خمسين أو ستين سنة وكان طريقك إلى الجنة وما قيمة هذا البلاء أمام النعيم المترتب على ذلك يعني شيخ ناصر لما الله عزيزة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يؤتى بأحسن أهل الدنيا أنعمهم على الإطلاق منذ الخلقة الدنيا فيغمس غمسة في النار ثم يخرج منها غمسة بس هل رأيت نعيما قط يقول له الله ما رأيت نعيما قط ويؤتى بأشد أهل الدنيا بلاء فيغمس في في الجنة غمسة هل رأيت بلاء قط أو مر بك بلاء قط يقول لا يا رب سبحان الله فانظر يا شيخ ناصر نرجع يا شيخ ناصر إلى كذلك الحوافز يعني أو الأجور المترتبة الله عز وجل يسلي بها عبادة حتى وانقلت يعني إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومر على أم السائب وفي رواية أم المسيب وفيها حمى وحرارة فقال ما لك يا أم السائب تزفزفين سبحانه قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى فإنها تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ننتقل يا شيخ ناصر لا مسألة مهمة هل الإنسان يعني معها الأجور عظيمة يتمنى البلاء نعم هذا السؤال العظيم هل أنا أتمنى البلاء أتى شخص من البغداد إلى سفيان بن عيينة فقال له يا إمام أنا سمعت كلمتين أريد رأيك سمعت كلمة لمطرف بن عبد الله يقول لئن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر سبحان الله نعم وكلمة لأخيه أبي العلاء يقول أنا أرضى ما رضي الله جل وعلا لي فما رأيك فسكت سفيان بن عيينة ثم قال أحب لي كلمة مطرف بن عبد الله لئن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر قال له كيف وهذاك رضي ما رضي الله جل وعلا له قال إني تأملت في سيرة نبي الله سليمان وقد عوفي والله عز وجل قال له نعم العبد إنه أواب وتأملت في سيرة أيوب فإذا هو ابتلي وقال الله جل وعلا عنه نعم العبد إنه أواب فاستوت فاستوى مد هذا ومد هذا وهذا معافى فشكر وهذا مبتلى فصبر فلما رأيت الشكر والبلاء يعدل بعضهم بعضا فاضلت الشكر سبحان الله وذلك علق ابن حجر رحمه الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار مريضا اللهم رب الناس أذهب الباس أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك قال كيف ذلك والبلاء نعمة نعم نقول البلاء نعمة من حيث وقوعه من حيث وقوعه لا تطلبه لا تطلبه لكن إن وقع إن وقع أصبر نعم أما من عوفي فليحمد الله نعم من الأمور كذلك الشيخ ناصر التي تعزى بها الناس وهي نور لهم في البلاء نقول للناس جميعا انظروا حولكم هل تعلمون بيت ما فيه ما مرت به مصيبة سبحان الله هل تعلمون أحد ما نزلت به نكبة وحلت به جائحة هذه الدنيا إن أبكت إن أضحكت يوما أبكت أياما وإن أسرت ساعة أحزنت ساعات ذو القرنين لما فرغ من مشارق الأرض ومغاربها اقترب منه مرض الوفاة فأرسل رسالة إلى أمه قال لها أريدك أن تدعين الناس دعوة على وليمة فإذا اجتمعوا قولي لهم ما أحد يأكل اللي ابتل بمصيبة لا يأكل واللي ما ابتل بمصيبة يأكل سبحان الله فلما وصلتها الرسالة بالفعل وضعت الطعام ودعت الناس فلما أرادوا أن يأكلوا قالت بشرط من أصيب بمصيبة فليقم فقام الناس جميعا سبحان الله فقالت البلاء كما تكرهون مريضكم على الدواء سبحانه أنت الآن يا شيخ ناصر أحيانا أيضا الإنسان يتمنى رزق معين يتمنى وظيفة يتمنى زوجة معينة والبنت يتمنى زوجة معين ولكن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعائه ولا يلبي طلبه ويرى أن الله جل وعلا حرمه ما يدري أن الله سبحانه وتعالى قد سرف عنه سوءا عظيما كيف ذلك؟ تذهب بابنك الصغير معك إلى البقالة والسوبر ماركت فيعجبه نوع من الحلوى فيأخذها فتشتريها له سه تدخل به محل فواكة فتعجبه نوع من الفاكية ثم تدخل به إلى الصيدلية فيرى علبة علاج تعجبه ولكن تمنعه فيبكي يريدها وتمنعه لماذا؟ لأنك بما أتاك الله عزيز لتعلم أن في هذا قد يكون هلاكه صحيح وهو يراه شيئا جميل ويراك أنك حرمته فالإنسان في هذه الأحوال يعني يعلم أن ما صرفه الله جل وعلا عنه أنه رحمه وخير له سبحانه اللي يتأمل يا شيخ ناصر في سورة الكهف ونحن أقرأتنا كل جمعة نعم لماذا؟ حتى تعطيك قاعدة حياتية لأنها فيها فتن أربع يعني الآن فقط سنركز على موسى والخضر كمثال يأتي موسى والخضر ويركبون معه السفينة محسنين إليهم فماذا يفعل الخضر؟ يخرق السفينة موسى يرى أن هذا شيء يعني إفساد يذهبون يقتل صبي يذهب عند أهل قرية أهل لأم ما يعطونهم ولا يضيفونهم فيبني لهم جدار كل أحد يقرأ يا شيخ ناصر هذا الوجه ونصف من السورة يتعجب ويرى أن تصرف الخضر تصرف بعيد عن الصحة نعم سبحان الله العظيم في الوجه الآخر الذي يليه لما تأتي إجابات الخضر نعلم أن الحكمة والتوفيق كله كان ملازم لمن؟ للخضر وذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرح بإجابات الخضر وقال ليت موسى يعني مشى مع الخضر وعلمنا أكثر وذلك يا شيخ ناصر تقول لما تحرم من وظيفة تحرم من رزق يستبطى عنك الرزق ترى هذا لأجل خير الله سبحانه وتعالى يسوقه لك وما صرف عنك من البلاء شيء أعظم نعم أخذ فقط بعض المشاركات أمر عليها الأختمة الأنصاري قال عمر من أجمع على الصبر في الأمور فقد حوى الخير والتمس مع عاقل البر وكمال الأجور أم الأشبال فأردت ونعيبها وكان وراهم ملك يأخذ كل شيء غصبة كل سفينة غصبة بعض الكسر جبر وفي طيات الأخذ عطاء هنا الأستاذ فيصل الفجري يقول ورد في مسلم هذا سؤال يعني أو تعقيب وأعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطاني يقول ليس من الضروري تقدي الفتن كما في الحديث وش يجاب على قوله الحديث مقدم نعم على قول العبد الله الحديث مقدم لكن قد يحمل على الفتن يعني التي بعيدة عن هذا لكن على كل حال الحديث يقدم الحديث يقدم نعم عنده مسلم نعم فالآن المعاني العام وكلها يعني حول هذا ملامح المجد وعسنتك رشين وهو خير لكم لعل هذا البلاء الذي آلمك وكدرك هو ما يجل صدأ فؤادك أحيانا تأمل العام يعني في كلمة منسبة لابن القيم أنا ما أدري عن صحتها لكنها عظيمة في معناها إن صحت يقول إن بعض الذنوب لا يكفرها إلا الهم بالأولاد يعني قضية الإنسان أن يعيش مهتم بالأولاد في تربيتهم وغذائهم وكسوتهم وأن ينشئهم هذه الهموم التي تصيب المسلم يعني وأنت ذكرت في ثنايا الحديث في ابتدائه أننا ردات الفعل تعاملنا مع الحادثة هي الإشكال لكن أحيانا بعض الناس لما نأتي للمنازل نحن عندنا رضا وعندنا صبر أيهما الواجب وإيهما المستحب في ماذا يا شكرا يعني الإنسان في حياته عنده صبر وعنده رضا الرضا لا يقدر عليه كل الناس صحيح له الواجب الصبر نعم الواجب الصبر والمنزلة الزائدة هي الرضا نعم هذه المنزلة الزائدة التي هي الرضا وهو المستحب وهو درجة الصديقين والعابدين كيف نصل إليها الله عز وجل يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله نعم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقنا هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم نعم هذه مرحلة التسليم هي مرحلة أعلى من مرحلة الصبر الأمر المهم جدا في هذا يا شيخ ناصر نعم أننا نبه الناس أنه لا تجمع عليك مصيبتين المصيبة والبلاء حاصل عليك حاصل سبحان الله نعم كما يقولون تصبر تؤجر وتؤجر وصبر الكرام أو تسلو سلوه البهائم بمعنى يأتينا شخص بعد عشرة أيام سيسلو طبعا يبدأ يخف الحزن لكنه يكون محروم من الأجر فاجتمع عليه المصيبة وقعت له والمصيبة الثانية حرمانه من الأجر وإذلك الإنسان إذا صبر واحتسب وإذلك كل الأحاديث تشير على جانب الاحتساب وعلى الصبر هذه من الأمور المهمة جدا وإذلك المرأة ذلك إذا قالت لا أنت لم تصب بمصيبتي وما عرفت أنه النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذهبت وإعتذرت إليه قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى هذا من الأمور المهمة جدا ثم يعني ينظر الإنسان إلى أن الله جل وعلا اختاره لأن يكون من أهل بلائه سبحان الله فينبغي على الإنسان أن يوري الله جل وعلا من نفسه أنه يكون من أهل صبره من الأمور المهمة يا شيخ ناصر وهذه يعني نركز عليها أنه أحيانا إذا أصبت بمصيبة يتخلى عنك الناس وهذا من البلاء إن هذا من البلاء تكون في منصب تكون عندك صاحب مال لكن تحلبك جائحة أو نكبة فما عاد ترى أحد تتغير المعطيات تتغير المعطيات ولا عاد أحد يسأل عنك ولا أحد يتفقدك هذا نوع من البلاء بل أن المصيبة الأعظم على النفس وهو الأذى المعنوي أن الناس تتكلم فيك الله مستعر يقول ناصر هذا يعني تهور في الشيء الفلاني هو أخطى ويبدأون يلومونك أيوب عليه الصلاة والسلام مكث في البلاء كم يا شيخ ناصر 18 سنة حتى مله القريب والبعيد كحال الناس بقي عنده أثنين من أصحابه ملازمين له يوم الأيام وهم ذهبين يزورونه قال واحد للآخر رأيت هذا العبد الصالح أيوب لو لم يذنب ذنب عظيم ما مكث في البلاء هذه المدة ولا كان الله عز وجل عافاه نبي لم يسلم نبي لم يسلم من كلام الناس أي فذهب وقال أحدهم لأيوب والله أنا ما صبرت وذكرت قال والله ما أدري ما تقولان سبحان الله ولكنني كنت يعني الآن أحيانا الإنسان يظهر شيء من عمله ليدفع عنه الأذى نعم والله لا أدري ما تقولان ولكنني كنت أمر على الرجلين فيختصمان فيحلف كل منهما بالله أنه صادق وأنه معه الحق لا شك أن أحدهم منهما يكذب فأذهب إلى بيتي فأكفر عن كليهما بنية أحدهم بنية خشية أن يحلف بالله إلا بحق سبحان الله العظيم إذا كنت أنا الآن أدافع عن الناس وأحاول أني أن لا يعصى الله أن لا يعصى الله عز وجل فكيف بحالي ثم تجنب عنهم ثم دع الله سبحانه وتعالى ربي إني مسني الشيطان وبنصب نعذاب لأنه أحيانا يا شيخ ناصر الأذى المعنوي أعظم من الأذى و لذلك ما هي الإشارة في هذا أنك أحيانا تفقد الناس جميعا حتى ما يبقى في قلبك إلا الله سبحان الله وهذا من تربية الله لك من تربية الله لك أن يأتي البلاء ليجل قلبك و يصفو سبحان الله يعني حتى كثير من من تريد أن تنتظر منهم مد الأيدي يتخلوا فتعرف أنه ما رح يبقى معك إلا الله ما يبقى معك والله سبحانه وتعالى عزاء عن كل هالك صح و عزاء عن كل مفقود و كما يقال من وجد الله فماذا فقد و من فقد الله فماذا وجد أحيانا شيخ ناصر تبتلى بمرض أو بابن فيتعلق قلبك بمن أو تريد وظيفة فيتعلق قلبك من بالواسطة الفلانية بالواسطة الفلانية بقريبك الفلاني بهذا و ما يتعلق قلبك بالله جل وعلا أو يتعلق قلبك في حال مرض بالراقي يقول بحثوا على الراقي الفلاني الراقي الفلاني في بركة الراقي الفلاني يشوفي على يديه كذا فيعلق المريض قلبه بمن بهذا الراقي و لا يعلق قلبه بالله فيؤدبه الله فيتأخر تتأخر الإجابة حتى يصف هذا القلب من رحمة الله جل وعلا بك فإذا لم يبقى في قلبك إلا الله جاء الفرج يأتي الفرج لأن شدة البلاء هي البوابة الأولى للفرج شدته وحيانا النعمة هي مقدمة للبلاء يوسف عليه الصلاة والسلام أحبه والده حبا عظيما هذا الحب نعمة قاده إلى ماذا يا شيخ ناصر؟ إلى الذي حصل من البئر إلى البلاء إلى البئر البئر محنة فالله سبحانه وتعالى ينقله من هذا البئر المهجور إلى ردهات القصور فيذهب إلى قصر ويعيش حياة الملوك فهذا الشيء الظاهر أنه الحمد لله نعمة في طياته محنة وتأتي الفتنة فتنة المرآة العزيزة وهذه المحنة قادت إلى السجن السجن ظاهره محنة ولكنه مقدمة لما يصير فأصبح بعد ذلك عزيز مصر نعم يعني الله عز وجل إذا أراد شيئا مهد له الأسباب مهد أسباب وحتى إن كان الإنسان يظهر له في ظاهر الأسباب أنها لا توجد أو معدومة لكن الله عز وجل الله لطيف بعباده أنا أشوف أن هذه الآية عزاء في كل شيء صحيح الله لطيف بعباده لأن لطفه اللطف غالبا هو الشيء الدقيق الذي لا يظهر نعم فتجد الله عز وجل ينتشل عبده ويأخذ به إلى بر الأمان نعم واللطف في شيء الإنسان لا يتوقعه ولا يظنه والله سبحانه وتعالى يلطف به فيه فلذلك يعني دائما الإنسان يستشعر لطف الله سبحانه وتعالى معه في بعض الأمور التي الله سبحانه وتعالى يصرف عنه يعني معنى الإنسان يتمنى وظيفة معينة بعد سنتين يتوظف وظيفة أخرى ثم يقول الحمد لله أني ما توظف تلك الوظيفة أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على أنه أبعد عني هذا الأمر وأبعد عني فلذلك نقول أن البلاء ليس كل بلاء يعني هو فيه هلاك الإنسان بل يقال يكون البلاء هو مقدمة المقدمة الأولى للمنة والنعمة نعم نحن جاء في تأصيل المسألة أن الإنسان لا يتمنى المحل لا يتمنى لقاء العدو بل دائما الإنسان يسأل الله العفو والعافية والتوفيق والسداد لكن إن نزل البلاء ولعله في قصة الرجل الذي صار كالفرخ نعم أحسنت أنا أريد أن تشير إلى هذا المعنى لأنه كثير من الناس إذا تلمح له فجر الأجر يظن أنه يسأل الله البلاء لو كنت في مقام فلان لا صبرت ولكن الأولى أن يسأل الله العافية أحسنت أحسنت ولذلك الشافعي رحمه الله لما اشتكى إلى أحدهم وقال يا فلان أنا أتحمل البلاء وكذا فأرسل له قال لسنا أنا وأنت من أهل البلاء سبحان الله ولكن يسأل الله جل وعلا العافية نعم العافية هذه مقام رفع لماذا؟ لأن الإنسان حين يتمنى البلاء فإذا أتاه البلاء هلك وذلك نهي أن الإنسان يطلب يقول لو كنت أنا في عهد الصحابة أو كذا كما ذكر عن بعض التابعين قال أتمنى ذلك فلو كنت في عادة فما يعلم ماذا كان حالك وماذا كان ولكن الإنسان لا يتمنى مقامات ليست له ويسأل الله دائما العافية وأن يختار الله عز وجل له التوفيق والسداد في الأمر من الأمور الشيخ ناصر المهمة التي تعزي كذلك في البلاء أن هناك بعض الأمور والبلاءات الناس يشترك فيها جميع الناس وهذه الإنسان إذا شاف أن جميع الناس مشتركين في حاجة معينة متعزة أهانت عليه مثل ماذا؟ الأذى الأذى اللفظي ترى هذا الكلمات الجارحة دائما الناس يتحسسون منها ويتأذون منها في الأثر يروى أن موسى عليه الصلاة والسلام هو هو كلم الله الله جل وعلا قال سلني يا موسى قال أسألك يا رب أن ما أحد يتكلم فيني تمنع عني ألسنة الناس فقال الله جل وعلا يا موسى ما اتخذت ذلك لنفسي إنهم يسبونني ويشتمونني فيقول له صاحبتني ولد وأنا ليس لي صاحبتني ولا ولد وفي الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس هناك أحد أعظم أذى يسمعه من الله يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافي سبحان الله العظيم فإذا رأى الإنسان أن الله جل وعلا لم يسلم من أذية ألسنة الخلق فكيف بحاله الضعيف الله أكبر وهذا من الأمور الشيخ ناصر المهمة للإنسان يتعزى بها أنك لست وحدك أنك لست وحدك يعني لو صاحب المرء جبريلا ما سلم من قاله وقيلة وقد قال لي في الله أقوال مؤلفة أحسنت أحسنت شخ ناصر تتلى إذا رتل القرآن وترتيلا من المسائل كذلك شخ ناصر أيضا نشير إليها وهي مهمة أنه أحيانا هناك بعض البلايا لعلى من نقول الصبر ليس الصبر معناه إذا قلت صبر ستسلو لا هناك بعض البلايا تتمنى أن باطن الأرض خير لك من ظاهر خذ مثلا شيخ ناصر الدين كمثال الدين يعني كما تقول العم هذا اللي ما لها يعني طب همهم بالليل وذلهم بالنهار همهم بالليل وذلهم بالنهار واستعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه وارضاه يعني من الأمثل أبو اليسر هذا صحابي من الصحابة أتى لأحد الأشخاص من بني حرام فقال أين فلان؟ قال الأهل ليس موجود في البيت فخرج له ابن صغير عمره 4 أو 5 سنوات قال يعني أين والدك؟ قال في مختبئ في أريكة أمي قال مختبئ في أريكة أمي فقال أخرج يا فلان فقد يعني علمت ما كانت شوف وين يقودك الديني لهذا ولكن أحيانا تأتي فيه يعني في وضع تخاف من الرزالة للجواز تخاف من المكالمة والحل في الحل في تعامل مثلها يعني من هذا حاله في البلاء نعم عندنا في البلاء أمور في منحة التعامل نذكرها لأنه لم يقوم نذكرها على عجالة الدعاء بذل السباب الصلاة ترى من أعظم الأمور المعين على الصبر الشيخ عمر بن سليم كان إذا أصيبه بمصيبة يصلي من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء سبحان الله يقول نأخذها من قوله تعالى واستعينه بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين كذلك الاستغفار الذكر حسن الظن بالله أن الله سبحانه وتعالى سيفتع عليك وسيفرجعك وأنا عنده حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء الأمر الآخر يا شيخ ناصر وهذه مهمة جدا هي رسالة نرسلها للناس أن راعوا من به بلاء نعم تلمسوا مشاعرهم وأحاسسهم الإنسان في لحظة البلاء ترى والله مشاعره ليست مثل مشاعر الخلي فلتحسن هذا يعني دائما نفسه ردودة وردودة فعالة فتحملوا منهم فتحملوا منهم لماذا لأنه في شدة وفي بأساء فما تعامل الشخص في حال المحنة وفي حال الكر مثل حالته وفي الرخاة وفي الساعة وفي ألا يعني نعم نعم الله يرفع مقامك الله يحبك بشيخنا أشكرك الشيخ فهد بن عبدالله جري وعلى ما نثرث بين أيدينا من درار ودائما تأتينا بالجديد الله يجزاك خير وكما يقولون أحيان المواضيع تظهر كأنها عادية لكن من يطرقها ويعرضها إلى الناس يعرضها بطرح جديد وهذا من الذكاء في الدعوة وإيصال الرسالة رفع الله مقامك الله يحبك بشيخنا نسعد بك في لقات قادمة لا تغيب عن المجد ولا تغيب عنك المجد مجدك الله يسعدك آمين يا رب الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدنا الكرام كان حديثنا عن أنوار البلاء مع صاحب فضيلة الشيخ بهد بن عبدالله الجري وإن البلاء عظيم لكن من أعظم ما ينجي العبد منه توحيد الله فإن توحيد الله هو أسرع مخلص للكروب قال ابن القيم رحمه الله لا يلق في الكرب العظام سوى شرك بالله ولا ينجي منها إلا التوحيد ولقد علم المشركون أن التوحيد هو المنجي من المهالك ففرعون نطق بكلمة التوحيد عند غرقه لينجو ولكن بعد فوات الحين وإن الصدقة والبر وصلة الرحم سبب زوال المحن قالت خذيجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي وخشي على نفسه قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق هذه هي المنجيات سيفتح باب إذا سد باب نعم وتهون الأمور الصعاب مع العسر يستران هون عليك فلا الحزن يجدي ولا الاكتئاب إذن كانت نهاية هذه الحلقة أنوار البلاء في هذا الدكور الجديد في حلته البهية عبر شاشتكم قناة المجد ألتقيكم الأسبوع القادم بإذن الله السادسة وربع بتوقيت مكة المكرمة إلى ذلكم الملتقى أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم اشتركوا في القناة